إسرائيل دولة لا مقاملها على أرضنا إحنا هذه الدولة لابد أن نزيلها لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأم العربية والإسلامية يجب أن تنتهي لذلك لا نخجل من أن نقول ذلك بكل قوة أنه سيجب أن نأدبها ونأدبها مرة ثانية وثالثة ومش هذا ستكون طوفان الأقصى أول مرة لا ستكون ثانية وثالثة ورابعة لأنه لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل ونحرب لكن كما قلت لكي بنا ندفع ثمان نعم إحنا مستعدين نحن اسمنا شعب الشهداء وبنفخر أن نقدم الشهداء إحنا لا نريد أن نمس لا بالمدنيين ولا أن نلحق الأذى بهم لكن أوقات لأنه في تعقيدات في الميدان صارت في منطقة موجودة وكان هناك في احتفال وكان في سكان منطقة واسعة ليست سهل على امتداد تقريبا أربعين كيلومتا بتلجب أن ينتهي أن ينتهي وين بقطع كزة؟ لا بتكلم عنه كل أراضي فلسطينية يعني زوال إسرائيل؟ آه طبعا وجود إسرائيل غير منطقي وجود إسرائيل هو البخلق كل هذه الألام والعذابات والدموع والدماء هي إسرائيل مش إحنا إحنا ضحية الاحتلال نقطة آخر السطرة لذلك ما أحد يلومنا إحنا شيء بنعمله في 7 أكتوبر في 10 أكتوبر في مليون أكتوبر إحنا اللي بنعمل مبرر مبررة